موسيقى 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 تخيلوا معي واحد كان ماشي في الشارع ولقى ساعة معقدة جدا جدا هل الساعة دي أوجدت نفسها بنفسها ضروري في واحد صنع الساعة دي صنعها بإحكام وهل الشخص صنع الساعة دي محتاج يكون موجود مكان ما الساعة موجودة هل الله خلق العالم محكم محتاج يتدخل في كل التفاصيل فيها ولا الله ضابط الكل هو ده موضوع حلقتنا النهاردة عن مقاصد الله موسيقى رسالة بولس الرسول إلى أهل أفاسس الأصحاح الأول الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصدي الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج طرقك عرفني مرة كمان عايزين نرحب بضفنا دكتور مارك عبد المسيح أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا موريان أهلا بيك يا دكتور عضو حلقتنا النهاردة مهم جدا جدا وحيوي في علاقتنا بربنا وأنا عايز أبتدي الحلقة معاك وأسألك هل الله عنده خطة واحدة للتاريخ؟ واللي عنده خطة وخطة بديلة أو أكثر من خطة؟ الحقيقة الشاهد اللي كان في المقدمة قافسس واحد من أهم الشواهد اللي احنا تفيدنا في الموضوع بتاعنا بنقرأ في عدد 11 إنه الله عنده قصد وإنه هو بيعمل كل شيء حسب رأي مشيئته كلمة كل هنا كلمة مهمة جدا والإصحاح غني بتكرار الفكرة دي إنه الله عنده خطة بيعمل خطة واحدة وإنه هو بيعمل كل شيء بحسب قصده الخطة دي موضوع من قبل تأسيس العالم بنقرف في نفس الإصحاح إنه الله اختار المؤمنين قبل تأسيس العالم ليكونوا كدسين وبللهم قداموا في المحبة وبنقرف شواهد تاني إنه الله خلصنا ودعينا دعوا مقدسة لا بمقتدق عملنا بمقتدق قصد والنعمة اللي أعطيت لنا في المسيح سوع قبل الأزمنة الأزالية ده بنقراه في تميساوس التانية واحد فالخطة دي هي خطة واحدة سبتة لا يمكن تحبط هارفين الآية اللي بتقول إنه الرب أبطل مؤامرة الأشرار أما مؤامرة الرب كلمة مؤامرة هنا كلمة مش دارجة في العربي هي نفس كلمة خطة أو مشورة أو أحكام فأحكام الرب ثبتة إلى الأبد أحكام الرب عمرها ما تغيرت ربنا ما عندوش بلان إيه خطة ولو حد عمل حاجة معينة فربنا هيكرر بعدها إنه يعمل خطة بديلة احنا ممكن نبقى راحين مشوار ومشكلة تحصل فنغير رأينا لكن الله عمره ما بيبقى كده هي خطة واحدة سبتة معروفة عند الله منذ الأزل احنا منتكلم على خطة الخلاص فقط ولا خطة الله اللي دخل في كل تفاصيل الحياة خلينا أرى لك شاهد أو اتنين بيقولوا أن الخطة دي شاملة كل شيء ومش بس محددة بالخلاص بنا يعرف دانيال أربعة إنه العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء بنا يعرف كمان عن ملك أممي نبو خز نصر بصه بيقول إيه في عدد 34 من دانيال أربعة بيقولوا عند انتهاء الأيام بعدما الرب كان زي بطريقة فيها سلطان خلي نبو خز نصر يتواضع يقول كده أنا نبو خز نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت حمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء اسمع دي يا مريان وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل كل التفاصيل كل التفاصيل لدرجة أنه في أمثال 16-33 بنقرأ كده القرعة تركة في الحضن ومن الرب حكمها حتى القرعة من الرب حكمها خليني أدي تطبيق سريع هنا في واعز قال إنه كل مرة بيفكر في سلطان الله ومقاصد الله وسيادته بالطريقة دي بيفتكر إنه هو مش الله وبيقول أنا بحاول كل يوم على قد ما أقدر أركع حتى لو عشر ثواني وقول له أشكرك لأن أنت الله وأنا مش الله أشكرك لأن أنت الميسك زمام الأمور وأنت المتسجد ومش أنا المتسجد طب أنا عندي مشكلة دلوقتي مشكلة مع الشر والألم ولو عندي بقى أستفيد في السؤال أكتر المشكلة ما بين الشر والألم والسقوط وهل ده معناه إن الله هو مصدر الشر وهل الله كان عايز الإنسان يسقط دي أسئلة كتير يا أندرو بس خليني أقول يعني بعض الأفكار حتى مش هنلحق أن نجاوب على كل حاجة أول حاجة أنه مفيش شيء خارج مقاصد الله حتى الشر يا أندرو نقرأ مثلا خليني أقرأ معك كذا شاهد لأنه ده مهمة ما نبقاش بنتكلم من دماغنا في الموضوع دي مثلا أشياء 45 سبعة بنتكلم مصور النور وخالق الظلم صانع السلام وخالق الشر طبعا هنا الشر في السياق بيتكلم عن السبي اللي ربنا هيجلبه على شعبه عموس 3-6 هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعه والرب لم يصنعها فما فيش شيء بيحصل في التاريخ في الأرض في كون غير بتعين من الله لا بس يعني وأنا بسمع الآيات دي اللي هي طالعة من الكتاب المقدس أنا كأنه وصلي أنه ربنا مستمتع بالبلاية اللي حصلت للشعب ويمكن يجي الانطباع ويجي لأي حد بيسمع الانطباع يبقى إذن ربنا هو اللي جاب البلية دي على الشعب يبقى إذن هو مصدر الشر خليني أتعامل مع لنتي بتقولي ده لأنها اعتراضات تيجي في بال أي حد بيقرى الشواهد دي بس خليني أخد فكرة الاستمتاع دي لأنه كتاب بيأكد أنه الله مش بيستمتع بالألم أو بالشر فمسلا بنقرف من رأسي تلاتة تلاتة وتلاتين لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان فالله عمره ما بيرسل ألم بدون هدف أو بيقول مش من قلبه بمعنى أنه مش ده الحاجة اللي بتفرحه فحتى لو بيفعله أكد أنه مش ده الحاجة اللي بيفعلها بكل استمتاع إما بيفعلها ليه؟ دايماً فيه هدف حكيمة دايماً فيه هدف من ورده حكيم لمجده والخير الإنسان زي مثلاً أب عايز يدي تطعيم لطفل صغير وعارف أن الطفل هيتقلم جداً وهو مش عايز يعني وهو بيشوف الطفل وهو متقلم معاه فهو مش عايز يعمله لكن في نفس الوقت بيعمله لأجل هدف حكيم وطبعاً بالنسبة للأشرار والله بيرسل دينونة الله بيعمل كده لأجل مجد عدلته لأنه عدلته لا يمكن يساوم فيها والأجل استحققهم ده هنتكلم عنه أكتر في بقية حلقتنا طب يعني كده هو مصدر الشر؟ لا يا أندرو محتاجين نفرق بسرعة بين الشر الأخلاقي والشر اللي فيه زي زلازل براكين فإحنا بنؤمن أن الله متسايد على كل ده ده لكن وإحنا بنكلم عن الشر الأخلاقي لازم نأكد أنه الله مش مصدر الشر الأخلاقي لأن الشر الأخلاقي أصلاً تمرد عليه فالله لا يمكن يبقى مصدره طب إيه شواهد الكتابية اللي بتقول كده يعقوب واحد تلتاشر لا يقول أحد إذا أجرب أن يجرب من كبال الله لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد وفي يحنا الأولى 1-5 يحنا بيأكد لنا أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة فالله بيعين كل شيء بما فيه الشر لكنه عمره ما فعل هو الشر الله بيصنع خير وخير فقط وكل خير بيحصل في خلقته هو أصلاً مصدره لكن في الشر هو بيسمح الإنسان أنه يعمل الشر بحرية من حرية إرادة الإنسان والإنسان المسؤول عنه حتى تعيينه لا يعني أنه هو الفاعل فيه أبداً طرباً عرمي تم كده الإنسان فين حرية إرادته؟ يعني كده كأن تحكم الله في التاريخ هو بيلغي حرية إرادة الإنسان بالكامل بصي عنده الكتاب كأن فيه قطر ماشي على شريتين والقطر ما ينفعش يمشي غير على القضيبين دول ففيه قضيب طول الوقت أنه الله متسيت حتى على أفعال الشرير وفيه قضيب يقول إنه الإنسان هو المسؤول الأخلاقي عن الأفعال دي أحد اللوتين قال الاتنين دول مش أعداء ما تحولش تصالحهم هم متصلحين عند الله فما تروحش الأصحاب وتحول تصالحهم بس خليني أجيب لك حدث كمان مهم جدا بنشوف فيه إزاي الله متسيد وفي نفس الوقت الإنسان هو المسؤول الأخلاقي عن الفعال الشرير حدث الصليب أعمال اتنين تلاتة وعشرين بنقرأ بوترس بيكلم اليهود وبيلوم كده بلوم هذا بيكلم عن المسيح أخستموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه الكنيسة كمان في أعمال أربعة بتصلي عدد سبع وعشرين لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك الكدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البونتي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون فالسؤال هنا هل موت المسيح بص الألفاظ هو مشورة الله المحتومة هل هو تعيين هنا بوجود سبقت فعينت يدك الإجابة آه دي مش ألفاظ لهوتية دي حتى ألفاظ كتابية بس مين المسؤول الأخلاقي اللي هيقف قدام الله ويعاقب على الأفعال الأخلاقية الشريرة دي هيرودس واليهود بالزبط فكونها مشورة الله تعيينه وكان لازم ده يحصل كان محتم أن ده يحصل لا يمنع أن المسؤولية الأخلاقية لا تقع الله وشان كده احنا لازم نأكد أن الله مش هو مصدر الشر الأخلاقي مش هو فاعل الشر الأخلاقي يبقى احنا اللي احنا كده وصلنا له أن الله في مقاصده المقاصد الروحية زي الفداء والخلاص ومقاصده هي في كل أمور الحياة اللي احنا بنعدي بيها بالزبط طيب عايز أخذ من الشاهد اللي أنت لسأيل لدكتور أعمال اتنين بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق تمام احنا عارفين أن ربنا كله المعرفة تمام وفهمنا في الحلقة دي أن الله عنده خطة وحدة تمام هل ربنا حط الخطة دي مناءة على علم المسبق؟ يا مريان معرفة الله المسبقة معتمدة على تعيينه المسبق مش العكس بمعنى إيه؟ أنه الله عارف الأمور دي لأنه معينها لأنه لو عينها بعد معرفها يبقى الله هنا كده رد فعل لحاجات بتحصل في التاريخ وده عكس اسم الله أنه هو يهوة أهي الذي أهي هو ذاتي الوجود بس خليني أجيب لك كمان مثل كتابي على الأمر دوت الكتاب يقول لنا في عقوبة 4 14 و 15 أننا هنفعل ده أو ده إن شاء الله أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد لأن ما هي حياتكم أنها بخار يظهر قليلا ثم يضمح له عود أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو دك فتخيالي لو تعيين الله مشروط يبقى الأية دين مفروض تبقى الله هيشاء الأمر ده أو ده لو إحنا شئنا الأمر ده أو ده بس هنا بيقول مشيئة الله هي الأولى والأخيرة هي اللي هتحدد الأمر ده أو ده هيحصل ولا لا بس لما بتتكلم كده عن يعني سبق التعيين أنا محتاج نفتح شاهد كتابي مهمة أوي ممكن نفتح تيموتاوس الأولى اتنين أربعة هو بيتكلم كده الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون هو يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون يبقى إزاي فيه صبقة عين في حين أنه هو بيقول أنا عايز أن كل الناس تيجي السؤال يخلينا نفكر في تفرية مهمة المصلحين عملوها فرقوا بين مشيئة الله السرية أو سموها مشيئة الله المحتومة ومشيئة الله المعلنة مشيئة الله المحتومة هي القصد الأزل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ودي قصد سري سواء في تفاصيل الحياة أو في الخلاص والمشيئة السرية والمحتومة دي هتحصل هتحصل ما فيش حد فينا عارفها معروفة عند الله منذ الأزل ولا يمكن تتغير فأي حاجة بنشوفها في تفاصيل الحياة دي كانت مشيئة الله المحتومة أي حاجة بتبقى حصلت كانت مشيئة الله المعلنة ممكن نسميها السماحية دي اللي الله أعطاه لنا وبيقول لنا أنا عايزكم تعيشوا بالطريقة دي فممكن نلخصها مثلا في الوصائل عشر الله قال دي مشيئتي بنيسمع مثلا في العهد الجديد كمان بوليس بيقول هدية مشيئة الله قدساتكم أو أن انتوا تشكروا في كل شيء دي مشيئة الله من جهتكم فدي مشيئته اللي أعلنها لنا ودي اللي احنا مطالبين نتجاوب معاه عشان كده فيه أية مهمة جدا وإحنا بنتكلم عن مقاصد الله تسنية 29 29 واشجعكم الشاهد دي بقى دايما في ذهننا بيتكلم عن السرائر لله والمعلنات لنا ولبنينا لنفعل بحسبها ففكرة أنه فيه أسرار فيه مشيئة سرية عند الله احنا مش معندنا أي حقوق أن احنا نحاول نكتشفها لكن احنا عندنا كل الحق أن احنا نتعلم عن مشيئة المعلنة ونعيش بحسبها فأرجع لسؤالك الله في مشيئة المعلنة بيدعو الجميع للخلاص ودعوة صادقة لأن الله قالها في أكتر من مكان لكن كمان بنروح شواهد تانية وبنقول وبنشوف المخلصين فقط هم اللي اختارهم في المسيح من قبل تأسيس العالم ترجمة نانسي قنقر عيني والقلب لحوك يا غفور أنت مخلصي يا صحراط ترجمة نانسي قنقر لأنها فعلا عملت انقسامات كتير قوي وإلى الآن لسه عمالة تعمل انقسامات وخلافات كتيرة تمام خليني نرجع لنفس الشاهد لو احنا في أفاسوس هحاول أشاور على كذا حاجة ونشوف البانوراما بتاعتها كتة الاختيار لأنه أنا شايف أنه دايما لما بيحصل حديث عنها الناس بتاخد حتة وبيتسيب حتة فحاولين نشوف البانوراما عن الاختيار للخلاص طبعا فيه اختيار عن الملائكة بس أنا مش أتكلم عنه كتير دلوقتي أنه فيه حلقة خاصة بالملائكة والشياطين بس حتى الملائكة فيه ملائكة مختارين بس بص في أفاسوس واحد هو بيتكلم في عدد أربعة يقول كما اختار أنا فيه قبل تأسيس العالم فالاختيار هنا زمنه أزلي من قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لهم فالاختيار لقداسة فما ينفعش حد يقول أنا مختار فأعيش زي ما أنا عايز بقى لأن الله اخترني فأعيش في استباح لا الاختيار دايما لقداسة تمام؟ والنهاية بتاعته أنه احنا نقف قدسين وبلا لهم الاختيار في المحبة في المحبة سبق عينة للتبني فالاختيار ده نبع من محبة الله الغير مشروطة لشعبه للتبني فالاختيار مش بس لوظيفة فيه شواهد تاني بتتكلم عن اختيار مثلا المسيح قال لستم أنتم اخترتموني أنا اخترتكم كان بيتكلم عن اختياره ليهم أن هم يبقوا تلاميذ لي ويرسلهم لكن هنا الاختيار مش لوظيفة ولا المقام معين لأنه ما فيش حد هيخلص بدون ما يبقى عنده التبني فهنا الاختيار للتبني بعد كده يقول بيسوع المسيح فما فيش اختيار إلا في المسيح فاختيار للقداسة الاختيار في المسيح مش يدي يدي تمام الاختيار أزلي في القداسة في المسيح بعد كده بيقول الاختيار لنفسه اخترنا في المسيح لنفسه وحسب مصرة مشئته والمتح مجد نعمته فالاختيار دايما واحنا من التكلم على العقيدة دي لازم نتكلم عن مجد الله ومجد نعمته ليه مجد نعمته هنا لأنه ما فيش حد يستهق الاختيار لأنه لو الله يحاسب كل واحد بالعدالة وهيدي كل واحد ما يستحق ده تعريف العدالة يبقى ما فيش حد هيخلص فالسؤال الحقيقي مش ليه خطر البعض ومختارش البعض السؤال الحقيقي هو ليه يختار أصلا رغم أنه العدالة تقول أنه كلنا نهلة فلو الله خلصني هيبقى السؤال ليه أنا يا رب أنا ما استحقش فأنا بالنسبة لي مهم يبقى كل ده عندنا دي شاهد كمان بره أفسوس طبعا روميا تسعة بيسموه تايجر بتاع الاختيار النمر الأسد بتاع الاختيار بس عشان ما عنديش وقت تدخل في تفاصيل فيه خليني أأكد أنه ربنا هو بيختار ناس للخلاص هو بيختار الطريقة اللي هتجيبهم للخلاص ممكن قبل بس ما نتكلم عن طريقة لزي ربنا بيختار بيها عايز أرجع لنقطة العدل أنت قلت أنه من عدل الله أنه نحنا كلنا ما نستهلش أنه نختار بس هو في النهاية اختار ناس وناس لأ صراحة أنا ما زلت شايف أنه ده مش عدل هو اختار ناس وناس تانية سابها مرة تانية ماريان متهايلي تعريف العدل حاجة مهمة جدا تعريف العدل مش أنه كل واحد ياخد زي بعض لكن تعريف العدل أنه كل واحد ياخد اللي يستحقه المسيح اتكلم عن حاجة ليه علاقة بتعريف العدل في مثل الفعلة في مادة عشرين ففي مادة عشرين بنقرأ أنه فيه ناس كرام استأجر كذا حد وطلب منهم يشتغلوا عنده اليوم دوت ووعد الناس بأجرى معينة وفيه ناس جات في آخر اليوم واشتغلت ودهم نفس الأجرى فالناس اللي جات من الصبح واشتغلت وقت طويل قالت ده مش عادل فإيه كان رد الشخص اللي استأجرهم قال لهم يا صاحب أنا ما زلمتك بشيء أنا ما اديتكش غير اللي أنا متفق معاك عليه أنا اديتك اللي أنت تستحقه أما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي أم عينك شريرة لأني أنا صالح فتعريف العدل مش أن يوزعك كل كل واحد زي التيني لكنه يدي كل حد استحق فلو الله إدينا كلنا استحقنا كلنا هنهلك لو الله إدي امتياز لحد بفيد من نعمة له المجد عشان كده يومي المتح مجد نعمته طيب لو هنكمل عن الطرق اللي الله بيستخدمها عشان يصنع الاختيار ده اللي أنا كنت عايزة أكمل فيه يا أندرو أنه مهم جداً لو أنا عارف أنه فيه خلاص وفيه تعيين للخلاص ده مش معناه أنه المسيرة أو العملية اللي بتؤدي للخلاص ده مش معينة أو مش مهمة فمثلاً في وقت بوليس كان بيتعرض للتهاد شديد في كرونسوس بنقى لده في أعمال 18 وكان ممكن يسيب المكان ويمشي لكن المسيح ظهر لي وقال له يا بوليس أنا ليا شعب في المدينة دي فبوليس ما قالش خلاص المسيح لي شعب فأنا همشي أو هاعب بقى ألعب وما كرس وما أخدمش لا نقول أن بوليس ماكث لمدة سنة ونص علشان يصنع تلميذ ويكرز فاحنا عارفين التعيين الخلاص الله بينفزه في المسيرة من خلال الكلمة ومن خلال الصلاة من خلال الوعظ بالإنجيل اللي بيجذب الناس للمسيح ومن خلال الصلاوات علشان كده في نفس السفر أعمال بنقرأ مثلاً آيات زي فلما سمع الأمم في أعمال 13 ذلك اللي هو الإنجيل كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب فشايفين الإنجيل موجود ومكتوب وآمن من جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية طيب فربنا بيختار ناس للخلاص بيعين ناس للخلاص بالطريقة دي هل ربنا بيعين ناس للهلاك بنفس الطريقة؟ سؤال صعب الكتاب بيتكلم يا ماريان عن تعيين للهلاك لكن مش بيتكلم أنه هو بنفس الطريقة ففي واحد من الهوتين عرف التعيين للهلاك بالطريقة دي قال إنه الله في التعيين دوت بيترك الناس لخطيتهم ليس عن طريق تحفزهم للخطية يعني مش بيحفز حد على الخطاية زي ما قلنا الله نور لا يجرب أحد بالشرور لكن عن طريق فعل الحر اللي فيه بيسحب نعمته المجانية الغير مشروطة وبيحكم عليهم بعد للأبد بسبب خطيتهم والمتح مجد نعم نجد لا هنا المتح مجد عدلته لأن عدالة الله هتمجد في أنه يعطي الأشرار ما يستحكون فيه آيات بتتكلم عن دوت الكتاب مقدس فيه آيات كتير بتتكلم عن ده طبعا المسأ المشهور قص الله قلب فرعون عندنا في الخروج بنشوف الاثنين موجودين بنشوف إن الله قص قلب فرعون بتيجي عشر مرات في خروج وبتيجي ست مرات إنه فرعون تقص قلبه فاعل مجهول وبتيجي أربع مرات إنه فرعون قص قلبه فالكتاب عايز يقول لنا إنه فيه سيادة إلهية لكن كمان فيه مسئولية كاملة إنسانية فما فيش حد هيبقى في الجحيم وهيقول له رب أنت مخترتينش لا ده هيبقى يستد كل فم وما حدش هيبقى عنده أي حجة ليه لأنه كل واحد هناك هيبقى عارف إنه هو هناك بسبب الشر والخطيئة بتاعته فيه واحد من الفلسفة قال كده فيلسوفه لهوتي قال إنه القفل بتاع جهنم من جوه وكنه عايز يقول كل اللي هناك هو فعلا بيكره الله ومش عايز يطلع فيه شواهد تانية زي رمية تسعة أنا قلت عنه هذكر أيتين منه في عدد 11 لعدد 19 بنقرى كده عن يعقوب وعيسو لأنهم هما لم يولادا بعد ولا فعل خيرا أو شر لكي يدبط قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو قيلة لها إن الكبير يستعبد للصغير كما هو مكتوب أحبابتي عقوب وأبغط عيسو بصوا بول استوقع الاعتراض إنه ممكن يبقى عند الله ظلم فقال فماذا نقول ألعل عند الله ظلم فده بيأكد لنا إنه هو أصده هو اللي ممكن نعترض عليه إنه فيه ظلم إنه بيتكلم عن خلاص هنا إنه دي مش محبة بس خلت حد يبقى عنده غنى أكتر ده إيسو بالمناسبة كان عنده غنى أرضي كتير جدا لكن بوليس رد إزاي رد بشخصية الله الحرة رد بقول الله لموسى عدد 15 إني أرحم من أرحم وترقف على من أترقف فإذن ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم فعدد 22 يقول كده فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بآناه كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك وحتى كلمة مهيئة هنا بالمناسبة الفاعل المجهول الآية اللي قبلها وهو بيتكلم عن الأنية للكرامة بيتكلم الفاعل هو الله فبرضه أنا عايز أقول أنه فيه اختلاف في طريق الكتاب المقدس هو بيتكلم عن واحدة والتانية الله معين الاتنين لكن فيه تأكيد أن الله بيسحب نعمته في تعيينه للهلاك فيه تأكيد على مسئولية الإنسان وهو رايح للجحيم المسئولية الشخصية اللي خلته هو يختار لنفسه المصير دوت طبعا عندي مشكلة من وانا صغير هي أني طول الوقت كنت بفكر هو أنا مختار ولا لأ وخصوصا دوت كان بيحصل لما بلاقي نفسي في شبابي بعمل خطايا وبقع في حاجات كتير فكنت طول كل مرة بشك في إيماني بشك هل طب بما أنا بعمل خطايا يبقى أنا مش مؤمن وبما أنا مش مؤمن يبقى أنا مش مختار وده خلاني أسلم حياتي للرب يسوع كفادي ومخلص يعني مرات عديدة فإزاي أنا كشاب أو كأي حد بيتفرج علينا أتأكد أن أنا مختار من الله أعتقد المشكلة دي ممكن تبقى عند أي إنسان بس اللي يدينا الاتزان دوت أنه إحنا نروح لكل دعوة في الكتاب المسيح فيها قال وعد أنه من يقبل إليا لن أخرجه خارجا فالوعد ده أمين وصادق ومفيش حد هيجي للمسيح والمسيح هيقول له أنت مش مختار أنت مرفوض فكل مرة يجي الشك ده في قلب أي حد من المستمعين محتاج تروح للوعود اللي فيها المسيح بيأكد دعوته العامة لكل الناس ويصق في الوعد دوت فلازم نتعامل مع العقيدة برعوية وبحرص شديد والمؤمن الحقيقي الكتاب بيدعوه أنه يجعل دعوته واختياره سبتين فكون أن أنا عارف أنه المسيح عمل في قلبي ده مش معناه أن أنا برضو هتخزر لكن معناه أن أنا هكتهد بوسائة النعمة هكتهد أن أنا أعرف الله أكتر وأنمو في يقين الخلاص من خلال النمو بمعونة الروح الكدس النمو في طاعة الله طب أنا عندي سؤال بما أن الله أختار ناس للخلاص أنا كشخص مؤمن ليه هتعب نفسي في الكرازة ما هو اللي ربنا عايزه هيجيله هيجيله ليه أنا أتعب وافضل أمشي في الشوارع وأكرز للناس بمشارة الإنجيل أنا عايز أقول أنه العكس حصل في التاريخ يا مريان كم المرسلين اللي كانوا عندهم ريادة في الإرسالية المؤمنين بعقيدة سلطان الله في الخلاص غير عادي زي ديفيد برينورد زي ويليام كاري زي سامويل زويمر كلها ناس أمنت بالعقيدة دي وكانت العقيدة دي محفز لهم أنه لو روحنا أصعب مكان إحنا عارفين أنه أكتر الأشرار وأكتر الفجار المسيح يقدر يجبهم وعايز أفكرك باللي إحنا قلناه أن الله مش بس عين الخلاص لكن عين الطريقة بتاعة الخلاص بمثل بولس أنه بولس لما سمع أنه فيه تعيين للخلاص اجتهد أنه يكرز اجتهد أنه يصلي ويخدم الناس ممكن قبل الختام كده لو عندك حاجة أخيرة دكتور مارك تشجعنا بيها عايز أقول أنه العقيدة صعبة لكن لما بنقبلها من كل مطلبه اتضاع بنيجي بسجود وإحنا فعلا طلبين وعارفين أنه الحل الوحيد في شر أي شرير مش حاجة هو يقدر يصنع لكن ده عمل نعمة الله في حد قال كل المسيحيين الحقيين على ركبهم بيؤمنوا بالعقيدة دي لأنه هما بيصلوا وبيقولوا يا رب فعلا نغير قلب الشخص ده فإحنا عارفين أنه محدش يقدر يغير قلب نفسه لازم عمل النعمة هو اللي يغير القلب شكرا جدا يا دكتور مارك رب يدينا فعلا أنه احنا نفهم كلمته أكتر ونفهم كل عقيدة ونعيش بموجب العقيدة دي أمين نفسي كل إخواتي المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وإنت دلوقتي بتسمع عن مقاصد الله وسمعت عن دعوة المسيح إن الذي يقبل إلي لا أخرجه خارجا أشجعك تعال أقبل المسيح اقبله فادي ومخلص لحياتك فتسعد بحقه حقيقي بحياة حلوة معاه وأبدية معاه في السماء وشجعك إن الحقيقي لو عايز تفتخر إحنا مش بنفتخر لا بذكاءنا ولا بغنانا ولا حتى بقدراتنا لكن الحقه حقيقي لو عايز تفتخر افتخر معينا بمعرفة طرق الرب والرب شخصيا نفسي قوي يبقى طول الوقت صلاتك يا رب طرقك عرفني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة